أفاد مصدر حكومي بأن مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة ستتم غدا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة يعقوبها اجتماع للحكومة الجديدة وأشر المصدر الحكومي إلى أن التغيير الوزري يشمل نحو عشرين حقيبة وزرية وعددا من المحافظين ويشهد تغييرا شاملا ودمجا لوزارات واستحداث لأخرى وذلك في إطار توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا وأكد المصدر الحكومي أن الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يرعي ترتيب الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار كما أضاف المصدر أنه سيتم الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزرية